تظاهرات ساحة التحرير المطالبة بالإصلاح الحكومي تتواصل رغم تناقص أعداد المتظاهرين تجمعات الناشطين توزعت على جانب الساحة رافعين لافتاتهم ومطلقين العنان لشعارات مكافحة الفساد مطالبنا هي مطالب الشعب العراقي الخدمات ومطلبنا كتنسيقية بغداد العراقي من الشعبي بالإفراج عن جلال شحماني المختطب السياسي وللأسف الدولة تقول مو عندنا ولكن نحن علاقين أنه عند الدولة هناك بعض المعاوقات من قبل عمليات بغداد من قبل خطة الأمنية الموضوعة القطوعات طويلة جدا كثير من الناشطين المدنيين والمتظاهرين غير قادرين على الوصول لساحة التحرير التيار الصدري وبرغم مشاركته في الحكومة بعدة وزراء إلا أنصاره حجزوا لهم مكانا في الساحة ينشدون فيه للإصلاح وإطلاق سراح معتقليهم المشروع للإصلاح الدولة العراقية كأكمل ولكن أبرز مطالبنا هي إخراج المعتقلين المعتقلين المقاومين الشرفاء التيار المدني بشعرائه وفنانيه ومثقفيه كان لهم نشاط مختلف هذه الجمعة من خلال تقديم قصيدة شعرية مصورة للشاعر حازم جابر بعنوان مو كفار دعما لتظاهرات الإصلاح وردا على من يتهم تيارهم المدني بالكفار قصيدة تحمل عنوان مو كفار وهي رد على الساسة التي يتهمون المتظاهرين بالكفر كانت من أخراج السيناريست حامد المالكي هناك من يروج إلى أن الدولة المدنية هي دولة كفار يعني أكيد هم دولة أنصار الفاسدين هم اللي يروجونها الفكرة وتتعرف أن الدولة المدنية هي أكثر دولة أو نظام حكم يحترم الأديان جميعها ويمنح الحق لأي مواطن أن يمارس ديانته وتقوصه وعبادته بحرية وفرقت الأجهزة الأمنية تجمعا آخر لعدد من المتظاهرين في ساحة الحرية بالكرادة عند أحد مداخل المنطقة الخضراء الرئيسة وبرغم أن الأعداد لم تكن بمستوى الأسابيع الماضية إلا أن غضبا شعبي يسيطر على هذه الساحة يؤكد المتظاهرون من خلاله أنهم سيواصلون التظاهرات لحين تحقيق الإصلاحات الحكومية من داخل ساحة التحرير وسط بغداد أحمد عرام الحرة